اهلا وسهلا بكم الجديد مشاهدين ومستمعين في الجزء الثاني من برنامج بالأول دعونا نرحب بضيفي في الستوديو الأستاذ الجامعي والنشط السياسي الدكتور علي مراد أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا وصباح الخير إليك وللمستمعين والمستمعات الكرام أهلا رح طبعا سنتحور لقراءة ما يجري من تطورات وانعكاسها على الواقع اللبناني التاريخ الذي يكرر نفسه أم نكرره بعلمنا طبعا مع كل ما يحمل ذلك من محاذير كما ستكون مداخلة لناشرة موقع لابتوكس الصحفية كريستيان رجمية للوقوف على الأسباب الحقيقية لاستدعائها على خلفية تناولها موضوع المصارف واتهامها بالحرطق على ما يبدو يمكنكم متابعتنا عبر مواقعنا الإلكتروني في The L.me مواقع التواصل الاجتماعي Voice of Lebanon وعلى VDL 24 والSmart TV دكتور علي مراد أهلا وسهلا فيك من جديد أهلا وسهلا يعطيكم ألف عافية شرفت بالواقع نحن اليوم يعني مرئين بفترة ما مش عم نقدر نحدد أو نوصفها شو قراءتك بالوضع اليوم؟ قراءتي أنه اليوم نحن عم نشهد من سبعة أكتوبر مرحلة وليس لحظة الحروب أو المواجهات بين إسرائيل العدو الإسرائيلي والدول العربية الأخرى إذا منشوفها بمعيار الوقت سبعة وستين، ستة وخمسين، تلاتة وسبعين حتى تنان وثمانين حتى بعدين هي وحروب غزة ضد الحرب على غزة كانت تخلص بسرعة شي بيشبهها تمانا وأربعين لأنه تمانا وأربعين بين الحرب وبين الهدنة فيه أكتر من سنة إذا نحن قدام مرحلة وهذه المرحلة من الواضح أنه ما حدا عنده أجوبة عليها واضحة وبالتالي لا فكرة التوقع وفكرة خلينا نقول التبصير اللي كلنا منوقع فيه اللي يمكن حتى نحن المعنيين بالشأن العام نلاقي الناس العادية بتسألنا فيه حرب ما فيه حرب كذا ومنحس حالنا عايزين لأنه فيه مش إنه فيه شي بس عم بيصير بالسر ما عم نعرفه وفيه طبيعة مواجهة مختلفة شو الاختلاف لطبيعة المواجهة هادي المواجهة 75 سنة سبعة أكتوبر سبعة تشرين أنهت نظرياً احتمالان كانوا موجودين على الطاولة أنهت إمكانية الدولتان بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة للدول الدعمة أصلاً إسرائيل أنهت فكرة حل الدولتان بمعياره لخرج بمدريد وأوسلو هيداً بطل على الطاولة ومن ميلي تاني أنهى فكرة الحك اللي كان عم بقول نستطيع أن نحل المشكلة الفلسطينية بالحرب المسلحة تبين المدى الأقصى للقوة العسكرية إن كان بيد حماس والمقاوم الفلسطيني أو بيد محور الإيراني من خلال السبع دقاية وكذا إذن فيه فراغ للمرة الأولى منعرفه من 34 سنة ورح زيد علي يا سيدتي الكريمة لعبة الوقت مهمة نفكر فيها بين 48 وال67 فيه 19 سنة من ال67 للتسعين أي مؤتمر مدريد وانتهاء حرب الخريج في 23 سنة من مؤتمر مدريد لليوم في 33 سنة إذن نحن عم نحكي عن مرحلة عم تقطع وكل ما طول الحرب كل ما تداعياتها رح تكون كبيرة ونحن عم نحكي عن تداعيات لا أحد يستطيع أن يتوقعها ورأيي أنا اليوم الإسرائيلي ليس في مصلحته إنهاء الحرب ورأيي أنا اليوم الإسرائيلي غير جدة ولا يريد إيجاد حل وتوقيع وقف إطلاق النار ما بقى همه الموضوع المخطوفين يعني مش همه المجتمع الإسرائيلي بتركيبته العسكري أخذ قرار أنه أولويات الاستراتيجية لا يحددها مصير العسكريين وبالتالي نحن رايحين على معركة برأيي قد تطول حتى أبعد من الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا لا يعني أنه ما فينا نتوقع مفاجآت ولكن بالمدى الاحتمالات إذا منحكي قبل ستة شهر منقول بتخلص اليوم بكرة بعد بكرة لا نحن رايحين على مرحلة ليش؟ لأنه الإسرائيلي لم يقدم حتى اليوم أي حل سياسي لهو قبلين الضفط هو الإسرائيلي بده يقدم والحماس بده تقدم هل بيقدروا هني بخضم هاي الأمور يقدموا حلول في مساعي من الخارج لا تعبد ولا تحصى هني بدون يقدموا بالنهاية المجتمع الدولي عنده مسؤولية أنا اللي عم بقصده أنه اليوم الطرف الأقوى والطرف اللي عنده شيء قدمه بالموضوع الحل إذا عم نحكي بحل شامل إجه بالتسعين أرر المجتمع الإسرائيلي وأنا مستعد للسلام الأرض مقابل السلام اليوم إسرائيل عم تقول لابد الأرض ولابد السلام فإذا كيف بده تخلص هالمعركة؟ ومن ميلة تانية برأيي أنا خيارات حماس شو بكرة تاريخ بخبرنا سيدة العزيزة شو كان الهدف هل فلتت من إيدون هل كذا هل كذا وأنا مقتنع أنه التوقيت لم يكن بنحكي تاريخ هلأ صرنا بعض عنه لم يكن بمصلحة إيران لم تكن إيران كانت بلحظة عن متفاوض الأمريكان وساحب التفاوض بمسقط وماشي حالهم وموقع الاتفاق الإيراني السعودي برأيي أنا كيف حسبت بكرة بيبين ولكن بناهي بده تتعاطى إيران مع الواقع كما هو بده تتعاطى بمحل تشوف كيف بده تتعاطى مع هذا مع هذا الواقع ولكن أعتقد أنا أنه بالنتيج القيمة شو ما كان رأينا بسبعة أكتوبر قانونا أو سياسيا كيف مقابلة إبادة عم تصير هيدا كمان معطى لازم ناختب عين الاعتبار وبنفس الوقت نحنا كلبنان كمان معنيين نفكر بهذا التحول التاريخي كيف نتعامل مع الخطر الإسرائيلي لأنه الجنون الإسرائيلي معنيين نفكر فيه ولم يعد خطابا اللي بيعمل مجرى بخمسين ألف بيلطشوا من وقت لتاني حدود لبنان تغيير حدود لبنان وبالتالي في هذه التحولات التحدي الأساسي علينا كمشترع لبناني سؤال منرجع لنقطة البعض بيقول ما قبل سبعة أكتوبر ليس كما بعد سبعة أكتوبر بمحل معين آه ولكن معنى اللبناني ما قبل سبعة أكتوبر هو كما بعده مصلحة لبنان كيف نضاها على الطاولة في اللحظة التي هي ليست على الطاولة نريد وضع لبنان إذا الحرب رايحة تكون مرحلة كيف؟ لنحدد أول شي شو مصلحة لبنان اليوم؟ اليوم بهاي الحالة شو مصلحة لبنان؟ إسرائيل تريد الحرب إسرائيل هي عم تعمل نحلل شو عم بيصير بآخر فترة بلشت سبعة أكتوبر ركب المحور إيران وحولة فاقة ركبوا شكل من أشكال في حرب عالية الأنتون سيتي والريتم بغزة صار في حركات شوية بالعراق انضبطت الحوث يتحرك شوية بيطلعوا بينزال وجابهة الإسناد كما قسميت بلبنان إنه ما بروحوا على كذا نحن مكافيمر إسرائيل بعد فترة قالت أنا هذا الوضع يبقى هيك ما بناسبني وهي شايفة إنه الأمريكاني من نقاطع مع الإيراني ما كمان نحكي بالمزيدات والخطاب الأمريكاني والإيراني ما بدون يتجاوزوا الخطوط هي تسعى إلى إرباك الإيراني أو إلى الإرباك الأمريكاني عبر ضرب الإيراني ضربات موجعة لتقل له لوين بدك توصل وبالتالي من يريد هذه الحرب اليوم ومن يريد التصعيد هو الإسرائيل بالمقابل نحن لبنان ماذا نفعل إذا الحرب قاعدة بعد سنة كيف نبحث عن مصلحتنا هالاستمرار فكرة إنه نحن دلنا عمل إسناد وواضح إنه نحن مجتمعاتنا بالمعنى الواسع هون بدون يسمحون لكل اللي بيحكوا بيزايدو نحن كمجتمع غير جاهز للحرب الطويلة وبغض النظر عن تقييم نحن هلأ بالحرب قلنا سنة بالحرب قلنا سنة بالحرب وبعدان وبالتالي مصلحة لبنان وأيضا برأيه بما فيها مصلحة حزب الله هو معنى بمصلحته بس عم نحلل هلأ ما برأيه إذا الحرب راحة تبقى بعد سنة وسنتين إذا راح تبقى إنه يبقى الوضع هيك طب كيف يتراجع حزب الله بدي أعرف عن هيدا الالتزام بالإسناد الشو ممكن تكون ورقة بتخلي حزب الله يقول أنا اكتفيت بهالحد ما بعرف لن أساند غزة بعد اليوم لأنه ما بعرف لأنه بيكتشف إنه ما قدر ساند غزة كفاية بكتشف إنه الأضرار على لبنان صارت أكبر مما إنه يتحملها هو أو يتحملها اللبناني شو؟ شو؟ كيف؟ معيار شو بيقرر حزب الله مرتبط ليس فقط بواقع الجبهة اللبنانية والواقع اللبنانية وهيدا تحدي آخر علينا كمجتمع لبناني هو إنه هيدا مرتبط بالجبهات الأخرى يعني إحنا اليوم لما تنحط الخريطة ليست كما حرب تموز أو 82 أو 78 نحن فقط هون نحن بمحل مهتفة وبالتالي حسابات حزب الله مرتبطة موضوعيا بحسابات الجبهات الأخرى وهذا بزيد التحدي فبالتالي اليوم مش أكيد إنه مصالح حزب الله ومصالح محور إيران تتطابق مع المصلحة اللبنانية برأيي فيه تعارض وتحديدا إذا الحرب طويلة لو الحرب خلصت بشهر وشهرين بنرجع من لملم ومنحكي اليوم التالي يعني أنا مني عم شوف المصلحة اللبنانية موضوعة حتى على الطاول لا منا موضوع ما أنا موضوع على الطاول خلينا نتذكر مش إن هيك عم بقول أنا شو ممكن يخلي حزب الله يتراجع عن مشروع الإسناد هل هي إيران؟ هل شو معقولة؟ أنا مني شايف هيدا الشي وهون المعضلة مني شايف يستطيع حزب الله التراجع لكتير أسباب أسباب العلاقة ببنيته بنظرته لحاله ونظرته لحلفائه وعلاقته معهن نظرت الدور الإيراني اللي مطلوب بس واضح إنه إيران لا تريد وليس في مصلحتها الحرب المفتوحة في لبنان وأيضا أصلا إيران هي لا تريد وليس جاهزة ولن تقوم برأيي قد ما تستفز إسرائيل وهون فكرة الصبر الاستراتيجي المقصود عندهم برأيي هن ما بدهم يروحوا على حرب مفتوحة لأنه ليس في مصلحته فبالتالي إيران عم تتصرف بناءا عمصلحتها وبخطاب الأمين العام لحزب الله الأخير قال إنه نحنا منفهم ظروف إيران وظروف سوريا طب وظروف لبنانية مين بيفهمها؟ مبارد هذا السؤال وأنا بعتقد هذا السؤال قدرتنا على أن الحرب لما تكون وقعة لغة العقل تتوقف بس نحنا كمجتمع لبناني صحيح برأيي الدولة نجحت في المراحل السابقة من الحرب من المواجهات أنه تلعب دور كتير أساس فلنتذكر الرئيس سليمان فرنجية بالسبعينات ذهب إلى الأمم المتحدة وحمل اللواء الحرب القضية الفلسطينية برغم كل انقساماتنا الداخلية باشتياح 78 بنص الحرب الأهلية والانقسام وميليشيات حاكم البلد من كل الميلات استطاعت الدكولوماسية اللبنانية ممثلة بالله يرحم وغساننا توينة أنه نجيب قرار تاريخي لم يشبهه أي شيء سابق ولاحق وهو ال425 بال96 رغم وجود احتلال النظام السوري في لبنان استطاعت الدكولوماسية اللبنانية من خلال رفيق الحريري أن تنتزع تفاهم نيسان الذي سيؤسس لانسحاب العدو الإسرائيلي من الجنوب وبال2006 على الرغم من انقسامنا السياسي الداخل اللبناني بالحكومة وكنا منقصنين على كل شيء استطاعت الدكولوماسية اللبنانية أن تنتزع 1701 وأنا برأيي هولين تزعو ليس فقط شكلا المطلوب من الدولة سيدتي الكريمة ليس أن تكون أداة لتفاوض لتدافع عن التطابق بالمصالح الإيرانية أن تبحث عن المصلحة اللبنانية واليوم الدولة وصلوها أو أوصلت تحديدا من حزب الله إنها تكون غير موجودة الدولة اللبنانية ليس نحن وصلنا للحظة أنه باتت غير موجودة فجأة هيدا مسار مبلش من 2007 ولحقوا بعدين التسوية الرئاسية بال2016 ونتائجها إذن نحن أمام مسار مبلش من 2006 من بعد خروج النظام السوري من لبنان لأنه نحن في اللحظة البعض وليش هلأت عم نوسع هذا وقت الحديث لأنه عم نشوف مراحل تاريخية ونحن بمرحل تاريخية هذا البلد حكم 15 سنة من قبل احتلال النظام السوري باحترام شكلي دقيق جدا لكل المهل الدستورية ومن 2006 حكمه بالتعطيل حكمه بالتعطيل من قبل حزب الله وخلفائه بهيدا المحل متغيرين على مر الفترة وبالتالي اليوم لما نوصل لهاي اللحظة قاية الدولة غير موجودة وغير قادرة وبرأيي مشان هيك عم بسأل أنا نا بيصار على المرات مين مين بدي يشوف مصلحة لبنان ازا كان حزب الله يعتبر انه مصلحة لبنان هي في قيام هيدا الردع وانه ازا صار في اطلب اسرائيل يصير في اطلع عنا يصير في اطلب عند اسرائيل وازا راحوا الموفادين ع اسرائيل يجوا على لبنان وازا هيدا هي مصلحة لبنان وهيدا من خلالها يلي بيقدر يفاوت مين بدي يشوف مصلحة لبنان أنا باعتقد اليوم المشهد معقد وضاغط بما فيه على حزب الله أولاً برجع بقول أن من يريد الحرب والمجرم اليوم هو الإسرائيلي ولكن هذا معطى كيف نتعامل معه وبرأيي أنا المشهد معقد لدرجة أنه حتى لو حزب الله قرر يغير هل الإسرائيلي اليوم بيقبل أنه حزب الله يسكر الجبهة بجنوب أنا رأييي لا اليوم الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي بنسبة بين السبعين وثمانين بالمئة يريد الحرب مع لبنان ومن لا يريد الحرب مع لبنان بشكل أو بآخر هو الجيش والقرار السياسي والأمن الذي يدرك حجم الكلفة الكلفة على إسرائيل ولكن أيضاً في كلفة علينا كلبنان يعني اليوم كمان ببعض الأشياء أنه اليوم مظبوط لنقول بمنطق الصراع أنه فيه تهجير للمستوطنين بالشمال وهذا يقرق إسرائيل وبيلويه لدراعة بس ما كمان إحنا مهجرين يعني ما كمان المجتمع اللبناني التعامل أيضاً مجدداً مع هذا التهجير وهذا مش من باب المزيدة فعلاً من باب النقاش العقلاني مع العالم أنه طيب إنه إذا هاي الحرب رح تستمر بعد سنة قديش فيه يتحمل المجتمع اللبناني وقديش فيه يتحمل بما فيه مصلحة حزب الله أن تبقى الأمور هيك بأعتقد طبيعة المعركة بتخلي الأطراف صعب إنها تتراجع وبالتالي إحنا أحياناً قد نكون للأسف في دوامة قدرتنا عالت تأثير فيها كلبنان حتى بما فيها حزب الله اللي هو لاعب إقليمي وليس دولة حتى قدرته على يأخذ قراراته مستقلنا ما عم بحكي على الاستقلال هذا اللي بدأ أستأله هو مرتبط بإيران بالجبل قديش عنده مارش دو مانور قديش بقدر أنا لما بقول همين عام حزب الله أنه نحنا الإيراني ما بيملوا علينا أنا بصدق هيدا الشي من زاوية تانية عم نحكي عن كور واحد يعني نحنا مش قاسمين هن تنظر إلى الجبهات هيدا الأذرع متل ما تسمى لإيران باعتقد الهامش اللي عنده إيه حماس بسبب طبيعة ظروف عديدة عنده هامش يعني حماس مثلاً بالحرب في وقت التورة في سوريا من 7 أكتوبر أخذت قرار ما تدعم النظام دونك عنده هامش عنده علاقاته مع تركيا عنده عمق السنة عنده عمق الإخوانة عنده عمق إديولوجي مختلف بعدين طبيعة الصراع الفلسطين هي مقاومة تقاوم احتلال شو ما كان رأينا بالإديولوجيا والتفاصيل حزب الله بعلاقة عضوية وبالتالي الهامش ينظر إلو وكأنه نحن علينا نتحدث بالمعنى استراتيجي نتحدث عن جسم واحد وليس جسمان وبالتالي هون بتصير التحدي حول كيف نرى وكيف نضع مصلحة لبنان على الطاولة قديش ممكن يكون حزب الله لأنه يقاري أنه حزب الله ورقة بياد النظام الإيراني صحيح؟ أنا برجع بقول الموضوع برأيي أعمق من هيك مش فكرة ورقة أو ما ورقة نحن عم نحكي عن متلازمين وحزب الله يرى نفسه هيك والإيراني يرى المبنان بهذه الطريقة طيب بس لو كانت مصلحة إيران هلأ بمفاوضاته مع الأمريكي مع كله للعالم أنه يلا وقفوا خففوا شو بيعمل؟ تماما بتقدر مثلا تنقول إيران تتبح حلفاءة بالقطنة؟ ما راح تتبح حلفاءة بالقطنة برأيي إيران كتير حريصة على مصلحة حلفاءة لما يوصل الموضوع ربما لا يكون في خطر على النظام ولكن أنا لا أرى خطر اليوم أعتقد خلينا نكون عقلينيين ونوقف التفكير الوشف والتينك كما أنا عملو الأمر كان يفاوض مع الإيراني ويريد إيجاد حل للملفات العالقة وتنظيم الخلاف وهذا شيء شفناه بالعالم شفناه بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا بكتير مراحل شفناه بين أمريكا والاتحاد الأوروبي أستراليا وإندونيسيا بيعملوها كتير عندنا دول نحن بتنظم اشتباكها مع بعض السؤال التحدي بالمجتمع الأمريكي بالسياسة بين الديمقراطية والجمهوريين ما حدا يفكر أنه في حدا بده يغير نظامه وحده بده يفاوض هو السؤال على قديش من قدم تنازلات بهذا المشهد رح نشوف مثل قدامنا لما صارت حرب اليمن وكانت لبنان أو حزب الله جزء من هاي الحرب بالخطاب وبالمشاركة ولما ركبت صار الاتفاق الإيراني السعودي خرجنا من هاي المعركة إذن دخولنا بهاي المعركة هل كان لمصلحة لبنان أم جزء منه اليوم أنا برأيي إذا كانت مصلحة إيران بإغلاق الجبهة جنوبا أنا أعتقد سيبدأ التحضير لإله وسيقدم هيدا الشيء بأعتقد في عنا أمثل كتير بلبنان حول كيف بيتغير الأمور يعني نحنا كنا نقول بمرحلة معينة قبل الألفان وستة لما كنا نقول أو ينحكى إرسال الجيش إلى الجنوب كان اللي بدي يقول إرسال الجيش إلى الجنوب قبل حرب الألفان وستة كان يتخور وينقال له أنت بدك تخلي الجيش حرس حدود لإسرائيل بعد الألفان وستة صار مطلب وطني ألف وسبعمائة وواحد كان يتقدم طوال سنوات وأنا مقتنع أن ألف وسبعمائة وواحد ساهم بتأمين حماية وردع نسبة للبنان كان الألف وسبعمائة وواحد يتقدم أنه أحد الإنجازات الوطنية لحماية لبنان هلأ صار إذا بنحكي بتطبيق الألف وسبعمائة وواحد بقلنا أنتوا عم تحموا إسرائيل إحنا كمان السياسة في لبنان والمصالح الإقليمية بكرة يمكن أن فيه على لحظة يكون فيه تنظير أنه يجب وقف الخروج من الإسناد وغيره وبكرة حتى الشكل تبع اليوم التالي ممكن كتير يتقدم بشكل وكأنه انتصارات وكذا أنا مني شايف أنه رايحين على معركة فيها النتيجة النهائية وإن كانت لا أستطيع أن أتوقع ما هي ولكن أنا برأيي أنه لن يكون هناك طرف خاسر بشكل كامل وطرف رابح بشكل كامل رح تنعمل تسويات وهيدا بيصير التحدي علاقة بدنا نوصل لهيدا الموضوع عم ينحكى أنه في خريطة ترسم وقرارات تتخذ بغض النظر حتى عن هيدا المفاوضات اللي عم بتناقش مواضيع محددة مين اليوم حاطت خريطة العالم وقاعد عم بيشتغلها الولايات المتحدة إيران الاتحاد الأوروبية كلهم مجموعين مين عم بيرسم خريطة العالم يعني هل هي فعلا ناك ولا هيدا كله كمان برجع بقلك تنظير لأنه لا أنا برأيي ما حدا حاطت الخريطة وعم يرسمها بشكل كبير أولا فلنطفق أن الشرق الأوسط عرف بين العام تسعين أو اتنين وتسعين والعام ستة وتسعين محاولة وحيدة لن تتكرر لحل شامل للمعركة بين مؤتمر مديرد واختيار رابين إذن انتقلت المنطقة منذ اختيار رابين من مرحلة البحث عن السلام الشامل بجديل على طريق دايتن بيوغوسلابيا من حلة بالكل بكل انتهت هيدا وصار دور إدارة الأزمات على المدى الطويل يعني كيف مندير الأزمات على المدى الطويل وبإدارة الأزمات على المدى الطويل أذرع مثل حزب الله مثل إيران مثل الحوثي بيصير لا تقدر بثمن عند أي لاعب إقليمي إيران دورة بالمنطقة أن لا يكون هناك استقرار نسبي بالمقابل خلينا ننتبه لشغلة الأمريكي منذ العام 2004 بدأت مراكز القرار تينك تانك بأمريكا مراكز الأبحاث تقول ربما لم يعد من الصائب لمصلحة أمريكا أن يكون الشرق الأوسط مركز العلاقات الدبلوماسية العالمية يجعلنا نقلل لميلة الصين هناك المواجهة العالمية وخطاب أوباما بالأزهر كان مقدم بالعام 2008 لا يتصالح مع العالم العربي بعد حرب الخليج ويطلع الأحداث في الشرق الأوسط عم تخلي الولايات المتحدة منغمسة أكتر في أكتر ربيع العربي، داعش، ملف النووي الإيراني وهلأ سبعة تشرين إذن الولايات المتحدة بالنسبة لألأ أمن إسرائيل أولوية وامتدات الطاقة كأولوية تانية إذا هلت نانم أمنتهم ما عنده مشكلة تعمل تسوية مع الإيراني السؤال بيكون نحن كدول عربية لما يكون اللاعبين الثلاث الأقوى بالمنطقة هن ليسوا من العرب مع أنه نحن بمنطقة 80% عرب هن التركي والإيراني والإسرائيلي أين مصلحتنا بهاي الحالي وكيف ندافع عن مصلحتنا واستطراضا نحن بلبنان أين سنكون على هذه الخريطة اليوم التالي في لبنان دونه تحديات كبيرة التاريخ يعلمنا سيدتي الكريمة أنه بكل المواجهات العربية الإسرائيلية لبنان عرف ضعضعة نحن البلد متحلل المؤسفين على سنة تانية من الفراغ الرئاسي ما في مواجهات عربية إسرائيلية دكتور علامراد ما في مواجهات عربية إسرائيلية نحن بحكي الحروب ما عم بحكي المواجهات عم بحكي حرب بس هيدك كأنه حقبة وانتهت نحن نقلنا إلى حقبة أخرى ما حدا عم بيواجه إسرائيل غير لبنان أنا اللي عم بقصد لما نفوت بهيك مواجهات انعكاسات على الداخل اللبناني ستكون كبيرة ونحن غير مستعدين كمجتمع لبناني مؤسساتنا مدمرة متحلل الدولة اليوم أنا أخاف جدا على تماسك المجتمع اللبناني لأنه بالنهاية اللي عم بيصير بعد كل المتاع نشوف وين كان البلد بستة أكتوبر ونشوف لما تخلص هاي الحرب البلد وين رح يكون وكيف رح ننجح اللامل مو هل عندنا تصور وهل الدولة عنده أو حزب الله عنده تصور هيدا المجتمع اللبناني كيف نحصنه أنا رأيي اليوم التالي مرحلة كتير خطرة هل سيتعاطى حزب الله بنفس العقلانية والمرونة اللي تعاطى فيها بإدارة هذا الملف مع الخارج مع الخارج مع الخارج يتعاطى بأعلى درجات الدبلوماسية وفي الداخل يتعاطى بأعلى درجات خلينا نقول عدم الاكتراض طيب انت معقول انه يدعى رئيس البرلمان اللي هو حليفه الأول في عنا استحقاء دستوري اسمه رئاسة الجمهورية معروف إلياته ومش بحاجة لحوار معقول بلد صرنا سنة بالحرب من دعلى اجتماع واحد بمجلس النواب لمناقشة الخيارات استراتيجية المتاحة أمام لبنان هذا الموضوع لا يعني فئة من اللبنانيين وبالتالي الحديث أحيانا أنه جنوب متروك والشيعة متروكين وكذا أنا برأيي في كمان مسئولية طبعا نطلب نسمع بعض الأحاديث الطائفية الكريهة والسيئة حتما ولكن أنا برأيي قرارات مثل هاي النوع يجب أن تناقش بالمؤسسات الدستورية عندنا مجلس نواب بينطرح حوار لشيء ما بده حوار بده ينزلوا النواب ينتخبوا ومن مايلي تاني رئيس الوزراء بقلنا أنا ما إلي علاقة دكتور علي مراد خليني أنا في كتير أسئلة حطتها أنت نطيت فوقك أول شي حكيت عن الخطاب الطائفة أوكي وشو مخاطر هيدا الخطاب يعني عم نحكي عن اليوم التالي يعني نحنا نسينا إسناد وخلصنا إسناد سكرناها بطريقة ما رسموا الخرايط رجعنا نحنا على لبنان شو منعمل هلأ هيدا الفريق متهم بكل أنواع الاتهامات والفريق الآخر كمان هيدا الفريق متهمه شو منعمل هذا اللي أنا قصدته وأصدت أنه هيدا الشي موضوعياً بيصير ولا يجب الذهاب إله بمنطق التراشق عن بعد أي اليوم حزب الله ليس فقط حزب سياسي في سيراما وفي قوة من المجتمع اللبناني تعتبر أنه حزب الله مسؤول عن قتلى عن جرائم صارت بفترات سابقة وبالتالي واعتبرت أنه قرار ما بيصير لحاله المجتمع اللبناني والدولة صارت متحللة بها المحال كيف نتعاطى مع الأمر ولا يمكن الرد على هذا الخطاب فقط بالتخوين خطاب التخوين ما بقى ينفع تحديدا بعد ما شفنا يعني لما فيه ناس رفعوا شعار لا للحرب بمرحلة معينة طلع آخر تنهار أمين عام حزب الله قال لا للحرب يعني حلال على حدا وحرام على حدا لا بعتقد مصلحة لبنان تستوجب على الأطراف كلها من ميلة حزب الله أن يسمع وينصد لللبنانيين لللبنانيين اللي عم بقولوا تعم ناقش وين مصلحة لبنان وبنفس الوقت أنا برأيي وإن كنت أفهم أسباب الناس اللي بتقول وحكي بكل صراحة خي ما بقى ينعاش طعم طلق هذا الخطاب هذا الخطاب وإن كان مفهوم أسبابه ولكن بالعلاقة السياسية والمواجهة ليس مجديا لأنه بكل بساطة فيه ناس بدأت خود معارك مع بعض إذا البلد فيه ناس عم تقول طعم طلق نقول حدا مثلي أنا حدا علماني لا طائفة بحس حالي غير معنى بهيك معركة إذن خلونا نشوف على ظهوم خلينا نشوف بدأ أرجع على هيدا الموضوع كيف ممكن نشوف باليوم التالي كيف ممكن نقعد ونتفق بين بعضنا بس خليني راحب أنا ويك لو سمحت طبعا بناشرة موقع لابتوكس الصحفية كريستيان الجميل مرحبا كريستيان هلو هلو جران هاي كميشي أهلا وسهلا فيك كريستيان عم نتابع كل الأخبار اللي عم تتحدث عن موضوع استدعائك لا لاستماع لإلك يوم الأثنين المقبل بسبب كتبات عدة كتبات كانت موجودة بالموقع الخاص فيك في أنه تناولت موضوع المصارف وأنك أنت غير منصفة وعم بتدافع عن المصارف وأنه أنت متهمة بالحرطة أهلا وين وصلت هايدي الحملة لحد تالا؟ أنا اليوم قبل الجلسة يعني نهار الثانين ساعة عشرة أهلا بتمنى ما فوت بالتفاصيل عن هيدا الموضوع أكيد من بعد الجلسة رح يكون إلي مؤتمر صحفي نقدير نتناول كل هالأمور نعم بس أنا حبيت جراز جلة وضيما أنا تخصصيك أنه أطلع معيك على الهواء تقليك أنه أنا اليوم تحت سقس القانون أه بتنسي مع وزير الأعلان مع العلي الوزير الزياد مكيري مع نقيب المحررين أه ميسير جوزاركو الطايفي والمحامة اللي مستلم للموضوع ماتر ميشيل فلاح دونك بتنسي نحنا عم نفكر عم نفكر أنه على الأرجح ما أمثل لسبب التالي أنه اليوم أنا كصحفية تبع لإذا كنت بدي أتحاسب أو بدي أمثل بدي أمثل قدام محكمة المطبوعات وليس أمام جهاز أمنة مع الاحترام لجميع الأجهز الأمنية أكيد بس هيدا الموضوع بعضه قيد الدرس نعم وبيتقرر يمكن تنين صباحا أما بموضوع اللي نشرته إذا معي حق أو ما معي حق أكيد رح نروح بالتفاصيل أكتر بس اليوم لا سوء الحظ مثل ما كنتوا عم تحكوا هلأ مع الضيف كمان أنه الحرية طارت استنسبية بلبنان يعني على جميع الأصعدة الحرية استنسبية حتى السياسة استنسبية الأمن استنسبة القرار استنسبة دونك كل شي صار يحقوا لفريق ما لا يحقوا لغيره مهما كان هذا الفريق ومن مين ما كان دونك وهيدا كمان لازم نرجع نضوي عليه بس اليوم أنا مش دوري أحكي عن الموضوع دونك على أمل أن الصحفيين في حال بدون يتحاسبوا أو لازم يتحاسبوا أنا ماني ضد المحاسبة لبل نحنا كلنا عم ندعي أن نقاسب من الدولة من رأس الهرم إلى بس في أصول بس بالأصول أنا ليش اليوم بدي روح أمسل قدام جهاز أمنة يعني كأنه مرتكبة جريمة أو مجرمة يعني أنك يعني بالمبدأ جريمة بغير محل كلنا نعرف الإجرام بغير محل طب وله من هيك إذن نحنا بانتظار رح تعلن قرارك إذا رح تنزلي ولا لقى أمتى معقولة تعلني الثانين للثانين للثانين أكيد عزيزي نحنا رح طبعا بسوت لبنان نضل مواكبين نحنا نتمنى إليك طبعا ما فينا معركة ربحة للحرية التعبير يعني شكرا لإليك ناشرة موقع ليبتوكس الصحفية كريستيان الجميل أهلا وسهلا فيك أهلا يعني شوي هي فيها خيبة بس أنه منيح نكون صريحين هده البلد عم بضيع فرص صار له خمسة واربعين سنة خمسة عشر سنة حرب أهلية خمسة عشر سنة احتلال نظام سوريا خمسة عشر سنة تعطيل الآليات الديمقراطية بقرار مع نحن ننسيهم صاروا ثلاث فراغات ثلاث ثغور ديقاسة حكومات كذا كذا وبالتالي أين دور لبنان وموقع لبنان اليوم نحن لازم نكون عم نناقش بهذا البلد موضوع المصارف والخيارات نحن بدنا نناقش دور لبنان موقع لبنان بهاي المنطقة هل نحن بعد اليوم فينا وين دور لبنان بهاي الخريطة بالمنطقة الرياض راح على محل تاني اليوم لنحكي بأمثل معين اليوم لبنان لحد الالفين وحداش او لهيداك اليوم كانت كل برامج الانترتيمنت تتصور بلبنان لانه ما كان فيه محل تاني قادر يعطي هيدا البرودكت النوطام يمكن يصير هيدا بالرياض رياض رايح تكون بهيدا المحل دبي عم تلعب دور الدوحة رايح تكون عاصمة في الانترتيمنت في كذا القاهرة بيضل عندها الوراة تباعة حد ما يكون وضع مصر كيف نرى لبنان موقع لبنان والتفكير بهاي القضايا الحريات الدور الاقتصادي الدور الصناعي وين دورنا كمجتمع هذا ليس ترفا هذا اساس السياسة السياسة ام لان تتناول مصلحة الناس ورح احكي بشكل كتير صريح اليوم السعودية مملكة العربية السعودية صارت حطها تريليون دولار عالطاولة قديش اللبناني بيعاني لأياخد فيزا ان كان مهندس او كان مصرفة او كان مستثمر ورح قول اكتر من هاك قديش اللبنانية بيعانوا والشيعة ما بياخدوا ولا فيزا اذا لما يصير في ديل ايراني سعودة وتبلش الشركات الاقتصادية ونلاقي جزء كبير من المجتمع اللبناني بالبزنس بدو يروح يعمل انا بعرف احد الصديقات عم تقدم وصل اله ار لمحال قال انا باعتذر من الطر اسألك سؤال انت شو طيفتك لما قالت له انا ااسف جدا من الطر طبعا فينا نوافق او ما نوافق هذا الشيء الحياة مصالح كيف نبحث عن مصالحنا اليوم اذا فيه مستثمر لبناني بدو يروح يشتغل بين يوم او بمحال ياخد عشر بنيات يزبطن يطلع له نص مليون دولار ربع مليون دولار هذا لا يستطيع وهذه هي السياسة ما حدا يقلنا انه عم تحطوا مصاري وكذا السياسة هي مصالح بالمعنى النبيل للكلمة مصلحة لبنان استراتيجية والحريات نحن اليوم لبنان كان فيه انقسامات بالشرق الاوسط واستطاع ان يبقى قبلة لاستقبال كل المعارضين العرب وما خربت علاقته مع حدا وكل كتاب ما ينشر باي محل بالعالم العربي ينشر بلبنان ولا خربت علاقتنا لا مع السعودية ولا مع مصر وهذا الشيء هذه الاشياء باللبنان اللي هي قد تميز لبنان وتسمح له ان يحجز موقعا على الفضاء طبع المنطقة بتغيراتها عم يفقادها عم يفقادها هيدا البلد عنه كريستيل ولكن انا بعرف كريستيان ولكن انا بعرف انه حتما الصحافي يحاسب امام محكمة المطبوعات وليس امام مكان اخر واستطراضا اصلا كمان لنروح بهيدا المحل العالم كله يتجه ان جرائم التعبير عن الرأي لم تعد جرائم جينئية يعني القضح والذم والتشهير هيدا بيروح على المدني وبتكون رقابته لاحقة ولا تكون رقابة سابقة نحنا لأسف تأخرنا بهيدا المحل بالوقت نحنا من سنين كنا كتير متقدمين على كل حال خلينا نرجع دكتور علي مراد الى اليوم التالي يعني بعد معنا خمس دقاي للأسف نحكي عن اليوم التالي نحنا ما فينا ننكر انه في كتير معضلات حتما بعلاقة اللبنانيين مع بعضون بعلاقة اللبنانيين مع الدولة مع النظام كل واحد عم بيطلع في مهم انه فينا نستنتج اذا كنا عم نشوف انه وصلنا الى نقطة خلص صار بده تغيير واعادة نظر بكل هذا هل حان الوقت هل نحنا قادرين مع مين مين بدي يقعد مع مين انا برأيي التحدي الاساسي ان الطرف الاقوى غير معنى بالجلوس مع الاخرين داخلية حزب الله لا يريد ما بدوا يناقش واضح وهيدا من قبل يعني نرجع للموضح الداخلي انه انا مرشح سليماني فرنجية بحاور يعني بحاور معكم على انه تعون انتخب فرنجية وتعون احكي معكم ببقية الامور وهو ما معه ال65 ونفس الشين عمل بامين بميشيل عون قبله بمضوع ميشيل عون انه ما معه الاغلبية ولكن وصل لمحل انه حتى خصومه ووافقوا عليه وقال له انطعوا نقشوني من هيدا المحل اذا حزب الله برأيي لنفهمها دستوريا شو عمل عطل البلد دستوريا وقال انا احكم من خلال التعطيل طيب هيدا ما قلو نتايج وانحكاسات كيف بدى تتعامل معه انا برأيي تاعهم هيك نشوف كم تجربة هيك نحكيهم لنستلهم بلك يكون فيه هيك رجاحة عقل ومصلحة البلد لما خلصت الحرب بجنوب افريقيا وانتصروا السود وانتهى نظام الفصل العنصري بلشت القيادات تبع الحزب المؤتمر بدت ترد الكف وقفنا نالسون ماندالا قال نه بدنا نعيد نلم البلد وهذه مسئولية الطرف الاقوى وهو الطرف الاقوى اللي ممسك بالشروط اللعب اللي على يعمل هيدا الشي هو اللي بده يمد ايده حزب الله اليوم لا يمد يده الى اللبنانيين مستعد يفاوض بالخارج وكذا اليوم عنا شي قادرين نطبقوا بالبلد معيار موضوعي موجود بين ايدا لهو اتفاق الطائف والدستور لما نقول فلنعود الى الدستور استهلكت هاي الكلمة لدرجة الناس بتحسة انه استهلاك فلنعود الى الدستور الى ترجمة اول ترجمة كتير بسيطة ننزل ع مجلس النواب من انتخب رئيسه منعمل جلسات ورا بعدك كتير بسيطة من شكل حكومي بده اسبوعي بتتشكل والناس بتروح على المعارضة وبروح على المولات وبنعمل متل مكان وما في مشكلة بدستورنا لانه هيدا الدستور من الستة وعشرين لالالفان وسبعة هيك من صاغل مادة تسعة واربعين ما تعدلت لا قبل الطائف لبعضه وانتخبنا اليوم يا جماعة ما في قضاء ما في شيء معطل البلد وهيدا مش معطل لحاله هيدا معطل بقرار يعني تحقيق المرفأ تعطل بقرار الاصلاحات الاقتصادية تعطلت بقرار الاصلاحات المالية تعطلت بقرار هذه الامور معطلة بقرار بانتظار شو ما بنعرف بانتظار شو ما بنعرف بس انه ولا دجا وصله انه نحنا بدنا نسيطر على البلد لا انا برأييه السيطرة موجودة اليوم حزب الله يهيمن على القرار الستراتيجي بالبناء هذه قصة مبتغية يعني انا برأيي مش قصة مبتغية بقدر ما انه برأي حزب الله لا يقدر يلعب دوره الاقليمي يلعب ادواره الاقليمية يحتاج الى دولة ضعيفة ولكن موجودة لما تتحمل مسؤوليتك لما بده بإلا تحمل مسؤوليتك حمل وفاوض ولما ما بده بإلا لما يحس حاله بقال للدولة يروح يفاوضي ما بقى تنطلع أحد وبالتالي نحن قدام مسئولية تاريخية على الجميع بشكل أساسي على حزب الله وشكل تاني على الأطراف التاني كيف تتعامل مع هيدا الشيء المعارضة يعني المعارضة أنا برأي الخطاب الطائفي بدنا ننتبه له وإن كنت يعني مش بفهم بعرف منين جاية أنه أسهل شي نشيطن أنه طائفيين طقسميين في ديرال طيب ما أنت شو قدمت بالفلد شي بيسمح تعه كلنا نقعد بلحظة شجاعة نقول كيف بدنا نلمها البلد وللأسف أنا برأيي هذا الأمر أراه صعبا وبالتالي أنا مني كتير متفائل بالمرحلة السابقة بالمرحلة الجاية أخاف جدا على تماسك المجتمع اللبناني إذا لم يتحل الأطراف القوي والأطراف الأخرى بمسئولية لنقول هيدا البلد معنيين فيه فيه يكون عندنا مختلفين على كل شي مختلفين على كل شي عندنا هالبلد كيف منحكم على إطنب بعضنا فيه نص رتحبيني أو ما حبيني بنظم علاقاتنا وأعطي مثل بسيط كمان ببعض الدول كيف أحيانا النصوص بتلعب دول لما بلشوا بدون يروحوا بكولومبيا على حل سياسي وبدون يفككوا الميليشيات المختلفة ما عم يتفقوا المعارضة والسلطة يعني المعارضة إن كان الميليشيات اليمينية المتطرفة أو اليسارية المتطرفة أو الحكومة في شي اسمه القانون الدول الإنساني اللي هو موضوع كيف منحدد القصف وتسليم الأسرة راحوا لجاقولوا معيار موضوعي كلهم بدون الحل مش متفقين على الحل قبلوا بالكتاب متل ما كان يقول فؤاد الشام بالكتاب بالزبط نحن اليوم إذا في نية وهون السؤال عندما تجد النية نستطيع الحل والسؤال أنا برأيه النية للأسف غير واضح أنها موجودة لأي كتاب بدون يلجأ عنا لكتاب التعطيل كتاب اللا دولي كتاب اللا مؤسسات اليوم نحن بطلنا نحن نعيش في اللا دولي في لبنان وبالتالي أول شرط لنقدر نوقف ع إجرينا كبلد أن نقول الدولة الدولة كمعيار موضوعي مش بس مين بينجح أنا اليوم صرت بحاجة أنه أخي روحوا على المجلس اللي بينجح رئيس كلنا من هنية ومنحكم ومنعمل معارضة ومنشتغل بس خلي الدولة تاخد قرارة وتتحمل مسئولياتها وهون لما نقول دولة بالمعنى الحقيقي تدافع المصلحة مش دولة من الناحية الشكلية تدافع عن مصالح غير مصالح اللبنانيين يعني هذا نقاشة طول وفينا نحكي عنه ساعات وساعات لوقت ما بقى متوفر وسبقنا أنا بدي أشكرك على إستاذ الجامع ومنشتغل دكتور على المراد أهلا وسهلا فيك شكرا 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 للكم مشاهدين ومستمعين على حسن المتابعة السبت المؤبل نلتقي بإذن الله بقى معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة